منذ أول التفجيرات الإرهابية في السعودية قبل 13 عاماً وقوات الطوارئ الخاصة السعودية تخوض حربها المكشوفة ضد الإرهاب حرب مفتوحة نجح فيها رجال قوات الطوارئ في القضاء على خلايا في عشرات التجمعات مسيرة طويلة لم تستمر من دون ثمن فقد قتل عدد كبير منهم في خضم هذه البواجهة الشرسة كما تعرض بعضهم لإصابات خطيرة أعمال رجال أمن الطوارئ جعلتهم في نظر المواطنين السعوديين الحائط الأول والأقوى لمواجهة التنظيمات الإرهابية ويتبع قطاع قوات أمن الطوارئ لوزارة الداخلية السعودية تحت جناح الأمن العام ويعرف أفراده بالكفاءة والاحترافية العالية وتخضع قوات أمن الطوارئ بشكل مستمر إلى تمارين تعبوية قاسية بهدف رفع الكفاءة لمستويات عالية من أجل مواجهة الأخطار المحتملة وتظهر في هذه التدريبات المهارات الميدانية القتالية لأفراد قوات الطوارئ وقدراتهم على الرماية والقنص والتحمل في أصعب الظروف بالإضافة إلى عمليات الاقتحام وتخليص الرهائن وتشمل هذه التدريبات مهارات التصدي للمطلوبين وفرضيات التصدي لهجمات مسلحة لمجموعات إرهابية وتوكل لقوات الطوارئ أكثر المهمات الأمنية تعقيداً مثل إنقاذ المخطفين ومكافحة عمليات الإرهاب والتخريب كما يساهم القطاع إلى جانب جهات أمنية أخرى في حفظ الأمن في موسم الحج محمد اليوسي العربية